اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم مرت البارحة أدت فروع فيما لو كان الوارث أحد الوالدين أو كليهما مع أولاد مع زوجة نفس هذه الفروع تأتي لو كان المتوفى هو المرأة وعندها زوج مع أبوين أو أحدهما مع أولاد لكن المتوفى المرأة وعندها زوج الفرق الفرق الذي يوجد في الفروع هو أن الزوج له في هذه الحالة الربع الزوجة كان لها الثمن البارحة قلنا مع وجود الأولاد الزوجة لها الثمن وإذا لم يكن هناك أولاد ذرية فللزوجة الربع وبالعكس إذا ماتت الزوجة كانت هناك ذرية لها فللزوجة الربع ما لها ذرية للزوج النصف طيب الآن هذه مرة ماتت هناك عدة فروض مرة أحد أبويها موجود إما أبوها أو أمها من هالجهة لا فرق أو عندها زوج أو عندها أولاد ذكور فقط أبوها أو أمها له السدس ما دام في ذرية يكون نصيب أحد الأبوين السدس هذا السدس للأب أو الأم الموجود منهم لزوجها الربع الباقي للأولاد الذكور بالتساوي يعني نفترض ستين دينار المثال اللي كنا نذكره أبوها موجود أو أمها يأخذ 10 دنانير إله الزوج الزوج يأخذ الربع ربع الستين خمسطعش دينار هذه خمسة وعشرين بقت خمسة بقيت خمسة وثلاثون دينارة هذه تعطى للأولاد الذكور بالتساوي لأن الذكور ليس لهم فرض معين الآن في وجود أحد الوالدين طيب لو كان الموجود إناثا يعني هذه المرأة اللي ماتت ما عندها أولاد ذكور عندها بنات مرة بنت واحدة وحدة مرة اثنتان فصاعدا إذا كانت واحدة مر علينا كم مرة أن البنت الواحدة لها النصف نصف يعني ثلاثة على ستة وعندها أحد الأبوين اللي هو له السدس هذه أربعة أسداس زين وعندها الزوج المفروض عندها زوج له الربع راح يزيد شيء لأنه الآن فرضه الستين البنية الوحدة لها النصف ثلاثون أحد أبويها له السدس عشرة هذه صارت أربعين الزوج له الربع ربع الستين يعني خمسطعش أربعين زائد خمسطعش هذه خمسة وخمسين بقيت خمسة دنانير هذه الخمسة شلون تتقسم الزوج ما يرد عليه الزوج لا يرد عليه أخذ ربعة انتهى مثل ما البارحة قلنا الزوجة لا يرد عليها تأخذ نصيبها وتمشي هذه الخمس دنانير البنت الواحدة أخذت ثلاثة أسداس نصف ثلاث أسداس يعني ثلاث حصص أبوها أو أمها واحد منهم موجود له حصة سدس هالخمس دنانير انقسمها أربعة أقسام على دينار وربع دينار وربع أحد الأبوين يأخذ دينار وربع حصة لأن إلى سدس دينار وربع تنظاف على عشرته والباقي ثلاث دنانير وثلاث ترباع يعني أربعة إلا ربع تنعط للبنت ترد عليها هذا هم فرض بعد الآن هذه المرة توفيت عندها أحد أبويها واحد منهم لو أبوها لو أمها وعندها بنات اثنين مو بنت واحدة بنتان فصاعدا وعندها زوج هنا رح تجي مسألة العول اللي البار حتين عنها لأنه البنتان فصاعدا لهم الثلثان ثلثان يعني أربعة أسداس أربعة على ستة الأب أو الأم إلى سدس هذه صارت خمس أسداس شكثر بقى بقى سدس الزوج إلى ربع الربع أكثر من السدس رح تجي قضية العول فماذا نفعل أول شيء مثلا يعطى الزوج اللي هو ربعه ربع ياخذه مثل ما مرد عليه من نقص من حصته شيئا ياخذ الخمسطعش الأب أو الأم ياخذون حصتهم اللي هي السدس راح يصير النقص داخلا على البنتين أو البنات البارحة قلنا من له الغنم فعليه الغرم المثال نفسا عيده ستين دينار الزوج إلى ربع خمسطعش دينار أحد الأبوين له سدس يعني عشر دنانير عشرة زاعت خمسطعش خمسة وعشرين شكثر بقى من الستين خمسة وثلاثين هال خمسة وثلاثين يعطوهم للبنتين مع أن هذا أقل من الفرض المذكور لهما في القرآن خمسة وثلاثين أقل من الثلثين ثلثين الستين شكثر أربعين حصلوا أقل ميضر النقص يدخل على البنتين من له الغنم فعليه الغرم هذا إذا أحد الأبوين موجود أما إذا كان كلاهما موجودة بعد القضية أكثر تصير يزداد الأمر من هالجهة يعني البنات أكثر رح ينقص حصتهم ليش وفرضوا هذه المرة ماتت أمها وأبوها موجودان اثنينهم وعندها بنات اثنين وعندها زوج زين الزوج إلى الربع قلنا هذا الزوج ما ينقص من حقه شيء لا ينقصون منه ولا يردون عليه هو يأخذ ربعة ويمشي زين ربعة الستين خمسطعش أخذ خمسطعش الأم والأبو كل واحد إلى سدوس عشرة عشرة خمسطعش زاعد عشرين هذه كثر صارت خمسة وثلاثين بقت خمسة وعشرين دينار هال خمسة وعشرين يعطوها للبنات للبنتين إذا البنتين قالوا أمي مو إحنا إن الثلثين ثلثين الستين أربعون شون أعطيتونا خمسة وعشرين نقولهم بعد هذا هو من له الغنم فعليه الغرم النقص يدخل على البنات إذن الضابطة الكلية بعد فروع ممكن نذكر الضابطة حتى واحد تكون عنده مثل قاعدة ذو الفروض تلحظ فروضهم اللي معين لهم فروض في القرآن فإذا فرض أن هذه الفروض المعينة ما زادت على الإرث لا مشكلة يقسمون فإذا أكو زيادة ترد ترد الزوج والزوجة ما لهم رد ما تبقى الأبوان والبنات يرد عليهم الزائد وإذا فرض أنه لا انعكست الآية الفروض المعينة زادت على المال حينئذ يدخل النقص على البنات ويأخذ الأب أو الأبوان والزوج نصيبهم كاملا خلصت الآن عرفنا سابقا أن طبقات الإرث الطبق الأولى الأبوان والأولاد الطبق الثانية الأخوة والأخوات والأجداد والجدات الطبق الثالث الأعمام والأخوال والعمات والخالات هذه الطبقة الأولى الطبقة الأولى الآباء والأبناء الآباء آباء من دون ارتفاع يعني من الروح للأجداد لأن الأجداد صاروا في الطبقة الثانية بالنسبة للأبناء وأبنائهم وأحفادهم هذول كلهم طبقة أولى لكن ما يتشاركون وإنما يأخذ البطن السابق ويمنع البطن اللاحق يعني هذا الرجل توفي عنده أم وأبو مثلا أو عنده أبناء أولاد وبنات أو عندهم ذول أولاد وبنات عندهم أولاد وبنات عنده أحفاد يعني هذول الأحفاد ما يأخذون شيء مع وجود البطن الأول اللي هم أولاد الميت وبنات إذا واحد من البطن الأول موجود البطون اللاحقة ليس لها شيء بعبارة واضحة هناك قضية موجودة في المجتمع وفيها خلاف بيننا وبين بعض المذاهب الأخرى شخص مات قبل ما يموت عنده أولاد واحد عنده أولاد وبنات واحد من أولاده وبنات أو بناته توفي في حياته توفي الولد أو البنت مات قبل موت أبيه وعنده ذرية هذا الولد أو البنت اللي توفي أو توفيت عنده ذرية بعدين الجد مات الجد لما توفي عنده أولاد وبنات آخرون هذا ابن اللي مات قبله وعنده ذرية يحصلون شيء لا ما يحصلون ليش لأنه البطن الأول موجود أولاد الميت وبناته موجودون أي مناسبة الروح للبطن الثاني هذول بطن ثاني لو ما أكو أحد من البطن الأول تنتقل الرتبة إليهم أما مع وجود واحد ولو واحد ولو ابنية وحدة تمنع البطون اللاحقة كلها يعني شخص مات عنده ابنية وكان عنده أولاد نفروض أولاد بنات كلهم ماتوا قبله أو عندهم ذراري خمسين واحد عندهم دراري بس عنده ابنية هذه بنته بطن أول هذول الأحفاد كلهم ما لهم حق يطالبون بدينار واحد لأن البنية أول بطن جاي مباشرة بعد بعد الأب هناك من يعطيها هناك بعض المذاهب تقول لا خلي يعطوهم ليش عم يعطوهم بأي مناسبة يقولون دول ياخذون النصيب آباءهم هم آباءهم ما لهم نصيب وين النصيب النصيب إنما يأتي للإنسان إذا مات مورثه وهو حي يعني الإبن إنما يرث أباه إذا الأب توفي والإبن موجود حي أما إذا الإبن مات قبل أبيه أي نصيب له أي نصيب له يعني يصير الإبن يموت وأبو حي ونجي نقول والله هذا الإبن إلي حص بأموال أبيه ما لا معنى الإبن مات قبل أبيه النصيب الإرث إنما يتحقق إذا كان الولد حيا أما وقد مات خلص لا نصيب له حتى يقال إن نصيبه ينتقل إلى أولاده من بعده إذن فقط هذا البطن الأول هو الذي يرث طيب البنت نصيبه النصف مر علينا زين النصف الثاني شنسوا فيه قلنا يرد عليها الآن السؤال ما تقدر تعطيهم الذولة أولاد أخوها مثلا المتوفى تقدر تعطي كيفها هي كيفها فلوسها لكن ملزمة لا مو ملزمة وذولة لو يأخذون يعتبرون غاصبين مثل اللصوص يصيرون هيكون نقولها بهالشدة يصيرون مثل اللصوص لا يقول واحد هاي ذقيلة كل شيء ذقيلة لأن في بعض الناس يسووها يتخذ مثلا أحيانا القانون يكون بجانبه كذا يحط له محامي يمين شمال ويقوم يأخذ يأخذ حصة ليش تأخذ يقول هذا جدي اللي توفي إيه جدك توفي بس أعمامك موجودين عماتك موجودات أولاد جدك موجودين بطن أول أنت بأي مناسبة تأخذ يقول نصيب أبوي أبوك ما لا نصيب أبوك توفي قبل أبيه من أين له هذا النصيب حتى أنت تأخذ إلا إذا فرض أن الجد هو أوصى بشيء للأحفاد إلى حق يوصي ماكو مشكلة لكن من ثلثه فرضنا الجد شاب دوله أحفاده وانكسر خاطر عليهم فصار يوصي لهم بشيء خلي يوصي يوصي إلى حق يوصي إلى الثلث كلامنا الآن غير الوصية كلامنا كإرث كحق ليس له أن يفعل ذلك يعني لأن بعضهم يحاول يحاول يروح يمين شمال يحط له محامي يصعد المحاكم ينزل يحاول بكل طريقة ياخذ أو يفترض نفسه بما أنه قدر يسوي هذا الشغل عن طريقة قانونية هذه تصير مو هالشكل القضية هذه قضية شرعية إذا هو شيعي المذهب الشيعي هالشكل يقول ما له حق ولا دينار واحد حتى لو جدة كان أغنى الأغنياء أو هذي يقول والله هذي عمتي اللي هي بنت الجد هذي تاخذ كل الفلوس ايه تاخذ كل الفلوس وإنت ما تحصل شيء ما تحصل دينار واحد لو هذي تاخذ أموال الدنيا هذا حكم شرعي وأكرر لا يقول حصة أبوي أبوك ما صارت لحصة أبوك توفي قبل أبيه فأنا له هذه الحصة ما صارت حصة حتى يرث طيب نعم لو فرض الآن واحد عنده أربع خمس بنات ونعوذ بالله كلهم ماتوا في حياته توفوا وذولا متزوجين وعندهم ذرية وكذا لكن هم أولاده وبناته كلهم ماتوا في حياة الجد الآن الجد توفي ما في أولاد بطن أول ما في لا ذكور ولا إناث حينئذ يكون الإرث للبطن الثاني والبطن الثاني يمنع البطن الثالث والبطن الثالث يمنع البطن الرابع لو فرضنا هذا عمر طويل كل الشان عاش 200 سنة وصار لأولاده أحفاده أولاد أحفاده إلى آخره صارت لخمس ست ظهور وهو حي مثلا أو الشطر الأول الخط الأول كلهم ماتوا بحياته هو عاش 200 سنة دوله عاشوا 60 70 سنة العمر الاعتيادي وتوفوا عادة ابنا ده مش كثر يعيش هو عايز 75 ذاك من ذاك اللي يوصل للثمانين وأكثر مثلا غالبا هذا العمر المتعارف وزين ترى واحد لا يضيخ خلقه يقول أموت بسرعة ايه هذه رواية فيها الموت خير للمؤمن والكافر يكون واحد يفرح بالموت أما الكافر الموت أحسن له لأنه فيه تقليلا للذنوب يعني يموت عمره 50 سنة أحسن من 60 سنة لأنها العشر سنين الزيادة هم كافر يعني أكو زيادة كفر فيها وعذابة يزداد وللمؤمن تعجيله ثواب يروح بسرعة ينتقل إلى جوار الله عز وجل يتنعم هناك يعني الموت ترى مو شيء واحد يكون ينقهر منه يكون يفرح به زين على كل الآن هذا الجد عنده خمس ست طبقات موجودين بحياته والطبقة الأولى كلها اندثرت انقرضوا كلهم وهو حي الآن لما توفي الطبق الثاني البطن الثاني موجود البطن الثاني يريثون إذا البطن الثاني كانوا من قرضين البطن الثالث يريثون لابد من انقراض كل بطن حتى يمكن انتقال الإرث إلى البطن اللاحق وصلى الله على محمد وآله أنات المعارض بصرات العلم والفضيلة ترجمة نانسي قنقر